السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي طلاب الصف الرابع سنأخذ اليوم يا رابع سوية درسنا لهذا اليوم الحمامة المطوقة طبعا قرأنا الدرس سأقوم بقراءته بشكل سريع نصب الصياد شبكته ونثر عليها الحبة وكمن قريبا منها حكينا نصب معنى نثر شبكته أي مصيدته نثر بمعنى رمى الحبة أي قمح أو ما يأكله الحمام وكمن أي اختبأ كمنا يعني اختبأ قريبا منها وبعد مدة مرت الحمامة أو حمامة يقال لها المطوقة المطوقة أي صاحبة الطوق أو العقد ومعها حمام كثير عميت المطوقة وصاحباتها عميت بمعنى لم تبصر وصاحباتها أي صديقاتها عن الشبكة فعلقنا فيها أرادت كل حمامة أن تخلص نفسها قالت المطوقة لا تكن نفس إحدى كنا أهم إليها من نفس صاحبتها ولكن نتعاون ونطير كطائر واحد فننجو جميعا وثبت الحمامات وثبة واحدة فقلعنا الشبكة وعلونا بها في الجو علونا بمعنى ارتفعنا رأت المطوقة الصيادة يتبعهن فاتجهت بالحمام إلى جحر جرد بعيد كان لها صديقا طبعا يتبعهن معناها يركض وراءهن ونادته باسمه فخرج إليها وقال ما أوقعك في هذه الورطة؟ الورطة معناها المصيبة وهذه الجملة يا رابع ما أوقعك في هذه الورطة؟ هون جملة استفهام جملة استفهامية أو جملة سؤال قالت عدم الحذر تعال وابدأ بقطع عقدي بقطع عقدي الحمام العقد هو الطوق ثم اقطع بعد ذلك عقدي لأنني أخاف إن بدأت بقطع عقدي أن تتعب وتكسل ولم تقطع باقي العقد وأعرف أنك إن بدأت بهن قبلي وكنت أنا الأخيرة لم ترضى وإن أدركك التعب والكسل أدركك معناها أصابك أدركك أصابك أن أبقى في الشبكة أخذ الجرد في قرد الشبكة قرد قلنا معناها قطع القرد القطع في قرد الشبكة حتى فرغ أي انتهى حتى فرغ أي انتهى منها فشكرته المطوقة وانطلقت وصاحباتها معها الآن يا رابع قرأنا الدرس طبعا الدرس يتحدث عن الحمامة المطوقة إذن يتحدث هون الفكرة العامة أو الرئيسة من الدرس أهمية التروي وحسن التفكير والتعاون يؤدي إلى النجاة التروي يعني التأني والتمهل وحسن التفكير والتعاون يؤدي إلى النجاة كما حصل مع الحمامة المطوقة وصاحباتها ألفظ كلا مما يأتي لفظا صحيحا عميت فقلعنا جرد أو جرد والعقد اقرأ ما يأتي إذن اقرأوا هذه الكلمات اقرأوها يا ميس اقرأ ما يأتي منتبها إلى النون في آخر الكلمات التي تحتها وكمن قريبا منها وكمن قريبا منها كمن 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 هون فعل ماضي كمن فعل ماضي نعم كمن قلنا معناها اختبأ فعلقنا علقنا فعلقنا في الشبكة إذن علقنا أيضا معناها أيضا فعل ماضي معناها وقعنا علقنا معناها وقعنا علقنا النون مفتوحة إذن انتبه إلى النون جيم رأت المطوقة الصيادة يتبعهن لاحظ إن هاي النون يتبعهن النون هنا مشددة نون مشددة عبارة عن نونين نون ساكنة ونون مفتوحة أضغمتا مع بعضهما البعض فأصبحت نون واحدة لا تكن نفس إحدى كن إحدى كن لاحظ النون مشددة يا رابع أهم إليها من نفس صاحبتها نأتي إلى معاني المفردات والتراكب نكتب التاريخ يا رابع 1-4-2021-5 بإذن الله السؤال الأول فرق في المعنى بين الكلمتين التي تحتهما خط في كل جملتين متقابلتين إذن مطلوب أن نفرق في المعنى يعني نعطي معنى كل واحدة طبعاً راح نلاحظ الآن يا رابع إنه في الجملتين نفس الكلمة ولكن تختلفان في المعنى سأقرأ الأولى نصب الصياد شبكته نصب الصياد شبكته معنى شبكته في هذه الجملة هي أداة للصيد أداة للصيد أقامت الدولة شبكة مواصلات حديثة هل هذه الشبكة شبكة المواصلات هل معناها أداة صيد؟ بالطبع لا هي عبارة عن طرق مواصلات شبكة مواصلات حديثة أي شبكة هواتف شبكة هواتف أخذ الجرد أخذ الجرد نعم أخذ الجرد في قرد الشبكة في قرد الشبكة ما معنى قرد هنا؟ قلنا معناها قطع القرد هو القطع الجرد يقرد الشبكة بأسنانه أي قطعها سدد علي قرد البناء الذي استدانه سدد قرد البناء شو يعني قرد البناء؟ أي مبلغ من المال سدد ما عليه من دين يعني مبلغ من المال القرد هنا في هذه الجملة في هذه الجملة المقصود بها مبلغ من المال نأتي إلى الصفحة التي تليها نين؟ صل الكلمة الملونة في العمود الأول بما يناسب معناها في العمود الثاني في العمود الثاني نعم طارة كلها تدل على وقت وقع وانتهى أو على زمن انتهى حدث وانتهى فعل أو أفعال ماضية هيا لنوصل العمود الأول بالثاني علقنا في الشبكة معنى علقنا يا رابع معناها وقعنا أحسنت ما معنى أدركك؟ ما معنى أدركك؟ أي أصابك أصاب أصاب أدركك أصاب السؤال الثالث صل الكلمة في العمود الأول بضدها في العمود الثاني ضدها أي عكسها الضد أي العكس يا رابع كمن على فرغ بدأ أخذ هبط ظهر سنوصل الكلمة بضدها كمن أول شيء ما معنى كمن قلنا معناها اختبأ عكس اختبأ يا رابع ظهر أحسنتم رائعون على على معناها ارتفع ما عكس على هبط هبط فرغ فرغ أي انتهى ما معنى فرغ انتهى مع عكس فرغ بدأ بدأ أحسنتم أسئلة الفهم والاستيعاب ماذا صادت شبكة الصياد ماذا صادت يا رابع شبكة الصياد أتذكرون ماذا قلنا ماذا صادت شبكة الصياد أحسنتم صادت الحمامة المطوقة وصاحباتها كيف قلعت الحمامات الشبكة كيف قلعت الشبكة يعني كيف طارت الحمامات مجتمعة بشبكتهم أو بشبكتهن كيف يا رابع وثبت وثبة واحدة فعلقنا بالشبكة بالشبكة إذن وثبت وثبة واحدة فعلقنا بالشبكة أين اتجهت المطوقة بالحمامات حين رأت الصياد يتبعهن أين اتجهت إلى جحر الجرد إذن اتجهت إلى جحر جرد كان صديقا لها أربعة كيف خرجت الحمامات من الشبكة أحسنتم عندما قرض أتذكرون عندما قرض الجرد الشبكة إذن خرجت الحمامات حين قرض الجرد الشبكة حين قرض الجرد الشبكة خمسة أذكر أحداثا من النص تتفق مع مدلولات العبارات الآتية يعني حدث يعني شيء حصل في النص يدل على مدلول العبارات طيب دعونا نقرأ العبارات الصديق وقت الضيق الصديق وقت الضيق بماذا يذكركم أحسنتم هذا أو هذه العبارة تذكرنا بمساعدة الجرد للحمامات إذن نكتب مساعدة الجرد للحمامات رائعون في التأني السلامة في التأني السلامة نعم يذكرنا بقول المطوقة إن بدأت بقطع عقدي فلن تقطع باقي العقد وإن أدركك التعب والكسل أن تبقى في الشبكة إذن تأني السلامة يذكرنا قول المطوقة إن بدأت بقطع عقدي فلن تقطع باقي العقد يد واحدة لا تصفق يد واحدة بالطبع لا تصفق ماذا يدلنا هذا أو ماذا تدل هذه العبارة نعم لا تكن نفس إحدى كنت هذا ما قالته المطوقة لا تكن نفس إحدى كنا أهم إليها من نفس صاحبتها أو نعم من نفس صاحبتها لا تكن نفس إحدى كنا أهم إليها من نفس صاحبتها هذا ما قالته المطوقة وهو قولها الذي يدل على عبارة يد واحدة لا تصفق أعزائي طلاب الصف الرابع أتمنى أن تنالوا حسن الاستماع وفهم الدرس فهما صحيحا واضحا وأرجو كتابة الإجابات بجانب الأسئلة التي أمامكم